مرحباً يا ريم ما بك يا أختي؟ لماذا أرى الحزن على وجهك؟ لا شيء يا مجد سوى أني أشعر بالمللي بعد أن أنهيت واجبات المدرسية مجد هل قرأتني بعض القصص التي جلبها لنا أبي؟ أعتذر يا أختي فأنا على موعد مع أصدقائي للعب الكرة في الحديقة ولا أستطيع أن أتأخر عليهم حتى أنت مزغول يا مجد؟ ما هذا اليوم؟ الكل مزغول أمي مزغولة في المطبخ وأبي مزغول بقراءة الصحف وجدتي كبرت ولن تستطع أن تقرأ للقصص كما في السابق هل عرفت يا أخي لما وجهي حزين الآن؟ حسنا يا أختي لدي الحل وما هو؟ حكاياتنا حكاياتنا؟ لم أفهم ما تقصد يا أخي اسمعي يا ريم ادخلي إلى الموقع www.hikaiatuna.com والببغاء ناشو يخبرك بكل الموضوع أنا تأخرت يا ريم ويجب أن أذهب إلى اللقاء أهلا بكم في حكاياتنا أنا الببغاء ناشو لدي العديد من القصص والكتب الرائعة التي أريد أن أشاركها معكم انضموا إلي في رحلة حافلة بالمغامرات والمتعة www.hikaiatuna.com ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة